خلال دقيقه شوي بعلم كيف تسجل في اللوترية الأمريكية أول شي تضغط بدء الدخول ثاني شي بتسجل هذا الرمز ثالث شي النقطة الأولى اللي هو اللقب النقطة الثانية لإسم الأول النقطة الثالثة لإسم المتوسط ذكر أونثى هنا أول شي المونث اللي هو الشهر ثاني شي اليوم ثالث شي السنة تسجل هذا تاريخ الميلاد هنا وين انولت المدينة طبعا الأولى وهذه وين انولت الدولة هنا تخليها ياس كما هي هنا الصورة وهحط لك تفاصيل الصورة في التعليقات هنا العنوان أول نقطة مهمة النقطة الثانية اسم الشارع النقطة الثالثة مهمة النقطة الرابعة المهمة اللي هي اسم المدينة حط برضو اسم المدينة مرة ثانية وهنا حط الرمز البريدي وهنا حط الدولة وهنا وين الدولة اللي انت حاليا عايش فيها ورقم عشرة رقم الجوال مع بداية رمز الدولة وهنا تسوي الإيميل مرتين أول نقطة هذه للشهادات الأول نقطة للابتدائية ثاني نقطة إذا كان عندك شهادة ثانوية وما عندك موجودة يعني الشهادة نفسها ثالث نقطة إذا عندك الشهادة ثانوية وموجود عندك الورق الشهادة يعني نقطة الباقية لباقي الشهادات هنا أن مارد اللي هو ما هو متزوج النقطة الثانية إذا كنت متزوج وزوجتك ما عندها الجنسية الأمريكية والإقامة النقطة الثالثة إذا كان عندك زوجتك الجنسية والإقامة والنقطة الرغم 14 والأخيرة اللي هي كام عدد الأطفال وتضغط continue وبكذا حتظهر لك هذه الصورة اللي فيها الساكسس هنا تسوي سكرينشوت تحفظ هذه الصورة علشان إذا طلعت النتائج يمديك بخلال الاسم والconversion number إنك تظهر نتيجتك في اللوتري